مؤخرا كنت قدرنا اجتماع وكتبنا رسالة للسيد الوازير المحترم على منع تشغيل الأطفال أو استغلال أطفال في الوراشات الميكانيكية بحكم لأنه تمثلوا واحد الخطر تشكلوا خطر وحواديت مميتة بنسبة للسيارات أو أربال السيارات لأن الطفل يستغلوا رب الوراشة ويقدر يركمت العجلات يجعلهم محلولين يقدر ترود السبب كسيدة لهذا كسيد اللي غادي واللي جاي إلى آخره كما أنهم يستغلوهم المعلمين أو أرباب الوراشات في أشياء أخرى من ضمنها المخدرات من ضمنها في بعض الحالة وصلت الاغتصاب من ضمنها تتسخروا الأشياء اللي مخصوم شي تتسخروا ليها إلى آخره فتيتمنى استغلال وحكم أنهم يتقاضوا واحد الثمن باقيس يعني فلهذا طالبنا السيد الوزير أن أي واحد يبغي يولج المهنة الميكانيكي أو لا إصلاح السيارات يجب أن يكون عنده جدع المشترك أقل الحاجة تكون عنده التناوي يكون أنه نيسان كياماني علاش لأن حالياً دابع السيارات كلها إلكترونية السيارات اللي تتخرج دابع حالياً هي هاجينة يعني خاص الإيسان يكون عنده واحد شوية اللغة الفرنسية مثلاً نقوله نحن تكون عنده خمسين في المئة والواربعين فيها دي اللغة الفرنسية لهذا نطلبه السيد الوزير أن يتم المنع لأي إنسان يجي ويجي المهنة الميكانيكية هو ما قاريش كما ندرجوها يفهموا الناس يكون قارب الأقل يكون عنده السيارة كياماني حالياً نحن درنا واحد لاليست نحن تنوجدها وهي هاي عندي في المحل نسخة منها واحد نسخة منها كينا ما هو مكين ربعات النسخ فيتين تنحدو في الأتمينة دي اللغة مكين فيها ليتيب او ليتيب دو ليتيب تخوى لحسب السيارات كما تتشوف جميع السيارات استأنى بالناس اللي يتاخذ ممثلاً عن اقتصاد في المرسيديس هو منهم السيزو هير كان درنا معا واحد الحصة واخدنا أتمينة طفقنا عليها بنسبة الرونو والبيجو وستيطراوين ميكانيكوتو فرنس كان إخوان معايا وأنا حتن في ذلك الاختصاص بنسبة الفوزفاغن استعنا بالأخ جواد هو اختصاصي في الفوزفاغن وصاحبه تهو اسمتو الجواد فإحنا ذا في إطار إنجاز باش نخرجوا هاد الأتمينة واتفاقية مع السيد رئيس الغرفة وغنشوفوا السيد العامل المحتارم غادي نعطوها هادين نسنيوها ونعطوها بحكم دا بتتفقنا عليها تقريبا ما يفوقوا حد 300 ميهاني على الأتمينة باش نخرجوها باش تكون جودة في العمل نحن نفكر إن شاء الله هذه المشكلة وما غاديش يبقى هادين شاء الله بإذن الله بالأمس بالأمس بارح كنت عند السيد مدير مركز الجاوي السيد مار طلعتو على الميلف اللي المطلب دينا دي الحي صيناعي اللي غادي يجمع الصيناعة اللي تتخص بإصلاح السيارات مصلح السيارات كاملين يكونوا في واحد الحي صيناعي وصلنا إلى حي صيناعي بواحده لا يمكن أن يكون في بلاصة واحدة نحن سوف نفعل كل ثلاثة الأحياء الأربعة الأحياء بواحدهم وذكرنا منهم على الصعيدة حمرية مثلا شارع بلاص دارم شارع السعيدي البساتين يكون عندهم حي بواحده البرج كومباطا عينشوبيك يكون عندهم حي بواحده حضرنا على سيدي بابوزرهوني يوجع عروس وسيدي سعيد يكون عندهم حي بواحده وعلى سائر المدينة يكونوا حملة شي سبعات الأحياء باش نحاولوا نجمع التلوث لا يبقى التلوث في المدينة وتنقى المدينة خصوصا بحل الحمرية لا يجب أن يكون فيها ميكانيك الداخل حمرية نعرف أنها بوتي باريس نعرف حمرية هي وجه العاصمة الإسماعيلية مكناس أي واحد يريد أن تتجهل مكناس ولا يأتي في مكناس يعرف حمرية هي الأولى هذا الأنشاطة الملوثة يريد أن نحيي دوام تماما تغيير الأطفال ظاهرة كانت قديمة لكي كانوا المعلمين مثلا يجبون الدراري الصغار يعلمونه لكي يتعلمون الحرفة ولكن هذا الوضع تغيير سيارة ترجعت سيارة حديثة سيارة سريعة لا يمكن أن يعمل معك فرشة ولا في غارج كما تقولون باللغة لا يصبح نهائيا لكن المشكلة كبيرة هو الدراري الصغار لكي يكونوا خدمين معك مصالح يهزو بثافة البليات بثافة الحويج تستطيع 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 أن المطورات تحتوي على أتميناء المشكلة كبيرة المشكلة كبيرة هو تناقض بالأتميناء بالنسبة مثلا السلاع وكيفية العمل وبكيفية الحويج الأتميناء الأحساب المشكلة في السيارة هل تستطيع السيارة بكيفية الفلوس وليس تستطيع هذا وفي نفس الوقت لا تصلح في سيارة تبقى عندما تصلح في مارك أو في سيارة معينة أو على حسب السيارات لكن المشكلة فيه ترجع في الثامن عندما تصلح لإختصاصي للسيارة تقدم لديه أخر لا أعرف كيف يحل تلكبه السيارة وتعطيه لا علاقة وتزدق قواتي تخسر السيارة تزدق السيارة ومصير عليها بزاف الحويج والشخص الذي أشد السيارة بثمان قليل يعني تلك المشكلة لا أعرف كيف يوجد السيارة خصوصا في السيارة الحديثة السيارة الحديثة تتعتم بزاف على التكنولوجيا جديدة التي تخرج الدفاع في السيارات يعني إنه ضروري يكون لديك لاباس الفرنسي يكون لديك سالة انجليز يكون لديك سيارة وضروري تشخيص بدياغنوستيك ودفاع الشيء الإلكتريك وبزاف الحويج وهذا هو المشكلة العويصة من قديم الزمان ودفاع المشكلة فهذا يجعل الدراري صغار ليس حال هذه الدراري صغار الحرفة كانت تعتمد على الوقت كانت تعتمد على الوقت ستكتدرب واحد الوقت طويل لكي تتعلم أما بالعكس الحرفات تغيرت إذا كانت تعتمد على القرية القرية هي أهم حاجة إلا اكتقاري ستسوي فيه مع الطموبيل ضروري ستلقى المشكل أما بالنسبة للمكناصرة مدينة قديمة ومعروفة بالحريفية ما بالنسبة لكازا تبقى الكثير من الاختصاصات مختصين بهم وتبقى كل شيء أحساب المطيريال المطيريال هو أهم إلا لا يوجد المطيريال يمكنك تسوي فيه مع السيارة يعني السيارة تعتمد على المطيريال والذي ضروري منهم وتبقى يختلف تماما بالحريفي وحريفي قد تمشي عند حريفي لديه كريك وطريطولة لديه خشبة وتمشي عند حريفي لديه عامرة شاري لوتية أوريجينال شاريه كثير نحقه يطلب الثامن يعني ستطموبيل خدمان قيا وغيس ويفي غيحليك المشكل ويقدمه تخلص منك تحليك المشكل كان واحد الغرض دياله أنه غير يتخلص وخام يصيب المشكل واحد عنده أهم حاجة هي تصيب الطموبيل وتبقى الخلاص هو آخر حاجة حشوما وعيب وعار أننا نخدمه بحالة نستغل له تنستغل له طفل أنه ينض ويخدم لا يستر تصور أن الطفل يتخل له شيئا هذا مشكل كبير أنه يتعوق المسكين أو يتخل له شيئا هذا مشكل كبير نحاول ما يمكن أن نطرد الدرسور قليل من 16 سنة ندبجهم بوطة أو بوطة بوطة طريقة أخرى أن نقررهم بعض اللغة اللغة الفرنسية ومن بعض اللغة إن شاء الله يقرأوا الدياغنوصي ولكن ضروري من القرارة ضروري الإنسان الحمد لله لما يقرأ الطائف لا يقرأ في المدرسة يكمل شيئا تدمج التكوين إلى ما تدمج التكوين نحن كجمعية نحاول ما يمكن أن ندمج بطريقة أخرى تنطلبهم الحمد لله لما جاءت المسؤولة الحمد لله لدينا شاركة مع تنوي ديمول إسماعيل تنطلبهم الحمد لله والله جزيهم بخير يتعطون من المساكن أستيدة يقرروا اللغة الفرنسية لهذه الولادة لكي يمكن هذه الولادة في المسقبة إن شاء الله في عام 30 سنة يقرأ الفرنسية يقرأ الحمد لله اللغة الفرنسية يمكنه أن يقرأ يقرأ الدياغنوستي على واحد إن شاء الله واحد السيارة التي ستأتي من المستقبل واحد السيارة سيارة هيدروكاربون التي تستعمل وتمشي بالدو وتقرأ بسميته لا يمكن هذا الولادة لا يمكنه لا يمكنه أن يعرف يساير هذا العمل ولا يمكنه أن يصلح هذه السيارة هذه رجال الفئة الصناعية مضرورة من ناحية تأمين الصحي كنظر لها بالنسبة الصناعية والإخدامة التي لديها مشكلة كبيرة فلا يمكنه سيدنا الله ينصر وقال خطابه يقول على أن هذه الفئة المغرب كانت الحرفيين أو من غير الحرفيين كانت تأمين الصحي والحمد لله نحن طرقنا طرقنا الباب السيارة رئيس الجمعية والكاسب ونحن طرقنا الآن لم يكن لدينا أي شيء قال لك أنه سيطرقوا من مورانا من مورانا السيارة ومن نص سيارة الأجرة سيطرقوا لنا صناعية ولكن لم يكن لدينا شيء يرد ونحن من فئة يدخلوا في تأمين الصحي لا بالنسبة للمولي القراجات ولا بالنسبة لدري الذي يعملون لهم يستفدون من تأمين الصحي يتعاونوا مع هذه الناس يتعاونوا معهم ومدخول يتعاونوا معهم يستفدون من تأمين الصحي ومن أخص هذه الناس هم لا يتعرضون إلى خطر أكثر من أي شخص يخدمون خدمة يقومون في مشاكل كبيرة لا تتصوروا كثيرا الإنسان لا يصبح حامل صناعي يتضرر له ولا يتعاون 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 في الطبيب لا تأمين الصحي لا تحتاج أي شيء بالعكس هذه الناس مساعدين ومنهم يضحيوا ومنهم يستفدون ومنهم يستفدون ومنهم يستفدون كالفئة الأخرى من التأمين الصحي والإجباري والحمد لله وتنتمت منها وأن الناس المسؤولة يساعدوا يساعدوا هذه الجمعيات يطرقوا ومنهم يتضعوا ومنهم يتضعوا ومنهم يتضعوا أحياء صناعية للمهانيين سوف تخرجوا من دارك ويجبوا ويجبوا باب جمعي لماذا يتضعوا أحياء صناعية خاصة بهذا الناس يجزيكم بخير موسيقى 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 موسيقى